اخبار العراق اليوم الاربعاء 36 2021 السلام عليكم متابعي قناة اخبار العراق قبل البدء لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لتوصلكم الاخبار العاجلة والحصرية محافظة كاركوك تقرر تقلص ساعات الدوام الرسمي لغاية الساعة الثانية عشر ظهرا بسبب ارتفاع درجات الحرارة تربية الكاركوك الاولى اول مديرية في العراق تكمل معاملات المحاضرين وترفعها الى الوزارة وانهت اللجنة التدقيقية معاملات المحاضرين استنادا الى تعليمات وزارة المالية كما اكملت الرقم الوظيفي والماستر كارد لهم الانواء الجوية ارتفاع درجات الحرارة سيستمر لغاية السبت المقبلة واعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم الاربع موعدا حسار موجة الحر في العراق وزارة التربية اسئلة الثالث المتوسط سهلة وضمن المنهاج المكيفة التي ستنطلق لاحد المقبلة الاستعدادات الفنية واللوجستية الخاصة بالامتحانات الوزارية لمرحلة الثالث المتوسط جاهزة الاسئلة لا تحتوي على افرع خارجية مراعاة لوضع الطلبة في ظل جائحة كورونا رسميا وزير الكهرباء يقدم استقالته الى مكتب رئيس الوزراء محافظة كربلاء المقدسة تقرر تقلص الدوام الرسمي ليبدأ من الساعة الثامنة صباحا لغاية الواحدة بعد الظهر بسبب ارتفاع درجات الحرارة محافظ البنك المركزي يؤكد قرب تهيئة نظام جباية الكتروني فضلا عن العمل على الهوية الرغمية التي تنظم فتح حساب للمواطنين من منازلهم والانتقال من العمل الورقي الى نظام الديجيتال بانك وزارة العدل تقرر تقليص الدوام الرسمي ساعة واحدة اعتبارا من اليوم الاربعاء بسبب ارتفاع درجات الحرارة وزارة الصحة اعادة فرض الحظر الشامل متوقف على ارتفاع عدد الاصابات بفايروس كورونا مجلس النواب يعقد جلسته برئاسة الحلبوسي محافظ ديالا يعلن تعطيل الدوام الرسمي يومي الاربعاء والخميسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة البرلمان يتخذ اجراءات بحق النواب المتغيبين تتضمن ايقاف الراتب لمدة شهر لجنة التربية النيابية قرار تأجيل الامتحانات النهائية للثالث المتوسط والسادس الاعدادي من عدمه منحصر باللجنة العليا للصحة والسلامة اجتماع مع وزارة التربية منتصف ابا المقبل لتحديد موعد بدء العام الدراسي محافظ ديالا يعلن تعطيل الدوام الرسمي الخميس من كل اسبوع وتقليص ساعات الدوام بسبب ارتفاع درجات الحرارة محافظة صلاح الدين تقلص الدوام الرسمي ساعة واحدة اعتبارا من اليوم ولغاية شهر ابا المقبل بسبب ارتفاع درجات الحرارة دائرة توزيع كهرباء ميسان اطفاء تام بالمنظومة الكهربائية في المحافظات الجنوبية السماوة وميسان وذقار والبصرة مفوضية الانتخابات تحدد مبلغ المكافآت المالية لموظفي الاقتراع مبلغ 150 ألف دينار مع كتاب شكر من رئاسة الوزراء لموظفي الاقتراع من موظفي الدولة وايضا حددت مبلغ 250 ألف دينار للطلب الخريجين محافظ البصرة يوجه بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الاربعاء والخميسة بسبب ارتفاع درجات الحرارة اضافة الى تقليص ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة الثانية عشر ظهرا ابتداء من الاسبوع المقبل وزارة المالية توجه كتاب الى محافظة بابل لتثبيت العقود على الملاك الدائمة ممن مضى على تقاعدهم خمسة سنوات على ان يتحمل مجلس الوزراء استحداث درجات وظيفية لغرف تثبيت العقود المتحدث باسم وزارة التربية لم يصدر اي قرار بشأن الدخول الشامل لطلبة المراحل المنتهية البطاقات الامتحانية وزعت بين الطلبة الذين شملهم الدخول في الامتحانات الوزارية تمت تهيئة المراكز الامتحانية على وفق اعداد الطلبة المشمولين لدى مديرية التقويم والامتحانات وزارة التربية ستراعي جميع الظروف التي يمر بها الطالب خلال هذه المدة مصادر تؤكد بامر رئيس الوزراء 350 الف قطعة ارض سكنية جاهزة للتوزيع بعموم العراق وسنفتح موقعا اليكترونيا لتوزيعها في غضون اسبوعين مدير اعلام هيئة الحجد الشعبي مهند العقابي بشأن عودة المفسوخة عقودهما الاجراءات الخاصة بالمفسوخة عقودهم مستمرة خلال الايام المقبلة او الشهر المقبل ستكتمل جميع الاجراءات الخاصة بعودتهما بعد اكمال الاجراءات المتعلقة بعودة المفسوخة عقودهما سيحدد موعد العودة بشكل رسمي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اول اهتماما كبيرا بملف المفسوخة عقودهم من الحجد الشعبي وبالتعاون مع رئاسة الحجد لحسم هذا الملف خلال الاسبوع المقبل سيتم اطلاق فروقات رواتب الحجد الشعبي البالغة 760 الف دينار الفروقات ستصرف لجميع منتسب الحجد الشعبي امانة بغداد نعمل على مشروع للتوليد الطاقة الكهربائية من النفايات النائب عدنان الزرفي بيوت العراقيين تحولت الى افرانة والكهرباء صارت وسيلة للابادة وزارة الكهرباء تحويل العجراء اليوميين الى عقودة وزارية باستثناء 22 اسم لعدم وجود اسمائهم ضمن قاعدة البيانات واستثناء التسلسل 392 اي مصطفى محمد حمزة وذلك لعدم بلوغه السن القانوني 18 سنة هام للعلوميين اللجنة المالية النيابية ترسل كتابا رسميا الى وزارة الصحة تبين فيه ان اللجنة المالية اعدت بالموازنة العامة الاتحادية اكثر من 68 الف درجة وظيفية وليس 65 الف ويطلب من وزارة الصحة الالتزام بالموازنة وما ورد فيها اشتركوا في القناة